وبالنهاية بعد خمس سنوات وعشرة أشهر خلاصة الكلام إن وصلت هولندي ما فيش أي موقف عنصري أقدر أقول موقف عنصري حقيقي حصل لي لاجئ مع مرتبة الشرف حتى لو مع القنسي أنا بظل لاجئ يعني ما عنديش مشكلة مع الكلمة هذه والهولندين من أطيب شعوب أوروبا وشعوب الأرض صار قلدي جواز هولندي جواز الأحمر هذا إذا واحد ما يطول باله وما يكون رسته في حوالي مشي الأمور بالهداوة والله يبينتهيبه الأمر بمستشفى المجانين يوميا أغلب الأياب تقول لي أنا على التلفون أبكي الليبرالية الأوروبية والحرية اللي يرويق الله في أوروبا هي كاذبة وتعرض تماما وشكرا لأحداث غزة ودي أرجع أصوير فيديوهات أصوير مقابلات مع اليمنيين بالشارع أبناء بلادي حبايبي أصوير فلقات بالأماكن الحلوة أوري الناس قمال بلادي موضوع باختصال دي خايف خايف على سلامتي وقلق على سلامتي أهلا وسهلا حبابي سأتكون لكم بخير وصحة وسلامة وعافية وحياكم الله في فيديو جديد هذه المرة مش من الشارع ولا مقابلات وإنما من المكان هذا الخاص بنسوي فيديو من فترة طويلة ما سويتم وأفتح الكاميرا وقوم بموضوع وأقعد أتكلم ودردش معاكم بكل أريحية حبابي عيلة عليم وموضوع اليوم زي ما شفتوا في عنوان الفيديو هو عن الجنسي الهولندي والجواز الهولندي اللي أخذته الحمد لله ونتكلم بدخل في الموضوع مباشرة الفيديو هذا بتكلم على ثلاث محاول رئيسية المحور الأول تقربتي في هولندا المحور الثاني أحداث غزة وفلسطين وعلاقتها بالموضوع هذا الموضوع الثالث العودة إلى اليمن خلاني نبدأ يا قمع بدون ما نطول اعطونا لايك وشاركوا في القناة لو عادوا ما اشترك وإذا انت مفاضي الآن ممكن أقل الفيديو لوقت ثاني قبل أكسر قهوك ستشاي وقعد خلينا نواصل الفيديو هذا مع بعض ندردش تقربتي في هولندا اتكلمت في فيديو سابق قبل سنتين وثلاث سنوات عن كيف وصلتي لهولندا وقصتي كاملة ما بعدش القصة كاملة لا تخافش لكن مجيب يعني المقتطف انا طلعتنا اليمن في 2015 اكتوبر في ناس كثير على فكرة يقول انت ما عشت الحرب انا كنت في بداية الحرف اليمن عشت سنة كاملة بعدها كنت في تركيا سنتين بعدها جيت هنا اغسطس 2017 كنت في البداية كطالب تبادل من تركيا من تركيا جيت بفيزا هولندية وقعت كطالب تبادل ستة اشهر وبعدها قررت انه ما ارجع تركيا قررت انه اقدم لجوء هنا لاجئ مع مرتبة الشرف حتى لو مع الجنسية انا بظل لاجئ يعني ما عنديش مشكلة مع الكلمة هذه وقدمت لجوء وقعت في هولندا من لما قدمت لجوء اللي استلمت الجنسية خمس سنوات وعشرة اشهر بالضبط خمس سنوات وعشرة اشهر بالضبط وغالبا الاقراءات يخذ الوقت هذا يزيل شوية او يقل شوية هولندا من اول ما جيت فيها حبيتها والهولندي من اطيب شعوب اوروبا وشعوب الارض وودودين جدا وطوال السنوات هذه ممكن ما تصدقوا لكن حرفيا انا شخصيا ولا وقع لي موقف عنصري ما فيش اي موقف عنصري اقدر اقول موقف عنصري حقيقي حصل لي فيه ناس كثير اسمعهم يقولوا من الاقارب من الاصحاب يحصل لها المواقف انا شخصيا ما حصل معايا ولا موقف عنصري يذكر اقدر اتكلم عنه والله حتى ودي يعني اقول لكم موقف كذا وصار وكذا ما صارش لدرجة ان الشعب الهولندي عودون على طيبتهم يا جماعة لما اروح بلد ثاني من بلدان اوروبا ونحصل القساوة خلاص قلبي معي تحمل انا صرت رهيف صرت مع الهولندين رهيف يعني لانه من كثرة الكلام الطيب تبعهم وحسن المعاملة لما اروح بلد ثاني وواحد يجيب لي كلمة قاسية هذا ما اتحملت قد عودت على الطيبة حق الهولندين وحسن التعامل على الاقل هذا اللي شفته يا جماعة اكيد كل واحد لو تقربته وراء يو المقال مفتوح بالتعليقات لكل اللي في هولندا والقديمين خصوصا شاركون يعني وتمنى تثرو النقاش يعني خلوا الموضوع من جدردش مش بس كلامي انا وتقربتي انا وبالنهاية بعد خمس سنوات وعشرة الشهر خلاصة الكلام انو صرت هولندي يعني ما اشقر ولا عيون وزر لقد استطلت هولندي صار اندي جواز هولندي هذا هو لست استلمت قبل يومين صار اندي جواز هولندي جواز الاحمر هذا احمر ايه فخمس سنوات وعشرة اشهر فقط اصرت جيزي جيز اي هولندي حرفيا يعني استلمت الجنسية الأسبوع الاول الأسبوع اللي بعده كان فيه انتخابات الانتخابات اللي بنتكلم عنها بخلال الفيديو هذا الانتخابات قبل الاسبوع قبل كم يوم شاركت بالانتخابات صوت مفاشرة ما في وقت استلمت القنسية بعدها بسبوع رحت شاركت بالانتخابات وصوت وكان شعور رائع لانه اول مرة بحياتي اشارك بانتخابات حرة ونزهة وديمقراطية شاركت بانتخابات مرة في اليمن اللي كانت مثابة سفتة لما صوتنا العبد الرب ومنصور فاضي يعني هادي وندمان عليها لحد دلان البصمة اللي سويتها في 2012 عمري 17 و 18 سنة ندمان عليها الى الان الحمد لله اللي شاركت بالانتخابات وكان شعور رائع والله لما تشارك بعملية دمقراطية وروح تصوت خمس سنوات وعشرة شهور صرت هولندا بجوازي وهذه نعمة والله نعمة يا جماعة يعني صراحة شكر الهولندا والحق يقال والحمد لله يعني وهذه يقول من لا يشكر للناس لا يشكر لله الان ليش اصوي الفيديو هذا مش قيل اصوي الفيديو هذا عشان افتخر وقصة افصع لكم بالجواز لا علشان في عندي بموعة نقاط استلخصتها برأيي شخصي من حياتي في هولندا خلال السنوات هذه وحابب احكيها انه للقادمين القدد او الناس اللي عادهم غير هولندا او اللي لهم سنوات قليلة اعشان لي استلخصتها انه مهمة جدا الواحد اركز عليها حياته في هولندا وربما باوروبا بشكل عام النقطة الاولى طول البال والهدوء هذه نقطة مهمة جدا وسبق اتكلمت عنها في فيديو سابق كان السنة هذه قبل كم شه انه البلدان هذه خصوصا هولندا بلاد قلق شفتوا لما كنا نسمع انه في البلدان هذه تشتغل زي المكينة زي الروبوت زي الرجل الآلي تروح وترقع وكذا كأنك روبوت فعلا ما كذا بشكل معا السيستم اللي يمشي فيه اقتصاد البلد هذا كأنه كذا مكينة فعليا انت اول ما تجي هولندا اوكي ممكن اول ما تقدم لجوء ولسه تكون في اقراءات اللجو تكون كذا على حواف المكينة المكينة هذي شغالة كذا انت في اطرافها اول ما تستلم الاقامة يدفوك كذا على وسط المكينة وتبدأ تدور الله يعرفيا اللي في هولندا يعني ناقشوني في التحليقات اذا ما تأيدوا ولا تختلفوا معي اول ما تحصل الاقامة وتبدأ امورك تبشي تروح تدرس ولا تبدأ تشغل خلاص يدفوك وسط المكينة هذي وتبدأ تدور 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 وبعدين خبر من هنا وضريبة من هنا وإقاءة ما من هنا وبوست من هنا ومخالفة من هنا قلق البلدان هذي بلاد قلق فضرورة تطول بالك وضرورة تكون رستخ رستخ يعني بالهولندا يعني هدوء طنش انا اول سنتين او تقريبا ثلاث سنوات في هولندا وكان دم يحرق على اتفاه شي كان حيانا نكون في مشكلة مثلا طلب طلبية تتأخر محصل المشكلة تقعد تتواصل معهم ما يحلولك المشكلة الا بعد ما تطلع يعني روحك تمرض تروح معتوك علاج تكون احيانا تحتاج موعد ما يعطوك موعد تروح للبلدية تحتاج شي الموظف اللي امامه يقول لك باني عارف روح تصل الاتصال ما تعرف يعني رأسك من رقلا فكنت اول سنتين هذه قلق قلق تدل اضبح سريع عصب سريع بعدا بالنهاية اكتشفت انه اذا واحد ما يطول باله وما يكون رستخ في حوالي مشو الامور بالهداوة والله يبينتهيبه الامر بمستشفى المجانين هذه حقيقة يعني انا اقول لكم فلذلك اذا بتأشي البدل هاي ضرورة تكون رستخ ضرورة تكون هدوء ضرورة تطول بالك تمشي الامور بالسهالة وكله بيمشي كله بيمشي بس بالسهالة يعني حين تروح مستشفى انا مثلا لما روحت لما عملت عملية المرارة روحت اتوجع من الالم ابكي والله كنت ابكي من الالم وصلت بيتي بتسمي لي هلو منير نمت بلاتس اتفضل يقعد وتبتسم وتضحك ابكي من الالم عارفين كيف الوضع فضروري واحد يطول باله هدوء ورستخ النقطة الثالثة الدراسة والتعليم مهم جدا مهم جدا انك تتعلم في البلد هذه خصوصا الشباب يعني اللي يجي عمره من 15 يعني اللهم صغر ويقلب الين سن 30 الين سن 30 اقول اه ما اقول ايلا سن 20 23 الين سن 30 لانه ما فيش شي مانعك ما فيش قانون يقول انه لا اذا تصرت كبير ولا شهادتك الثانوية خلصت اتخركت قبل 10 سنة ما احق لكش تدخل قامعة تعرف تدخل قامعة من عمرك 50 سنة فنقول اللي يجي البلد هذه وهو الى عمر 30 ما لكش اي عذر خصوصا اذا انت مثلا ما معك شهادة علية حتى لو معك شهادة علية انا كمان اقترح انك كمان تدخل سلك تعليمي في هولندا وتحصل شهادة تعليمية في هولندا سواء دبلوم سواء ماستر قديد سواء حتى بكالاريوس جديد مهمة جدا انه عشان تدخل سلوق العمل وتحصل وظيفة محترمة وظيفة محترمة ضروري تدرس وتتعلم فانا انصح الشباب اللي يوصلوا يمكنوها قلسات ولا مدر ايش اهتموا باللغة واهتموا بالتعليم ضروري يكون عندك شهادة تعليمية تدخل السلك التعليمي الهولندي بكالاريوس دبلوم اي شي ضروري تدرس ضروري تدرس النقطة الرابعة فكرة منتج اي فكرة تقدر تسويها ابدأ عمالك الخاص سوي شركة انك تسوي شركة في هولندا اسهل من شرب الماء بس موعد اولاين اطلب رقم تقاري كافيكا بـ 75 يورو فقط تقريبا تطلع رقم تقاري وسقل تقاري اوروبي يمشي في اوروبا وفي العالم كله وتحط عنوان الشركة عنوان بيتك فقط يعني بموعد خلال السبوع تروح تفعل شركة باسمك الموضوع بسيطي وفيه تشجيع طبعا عاد ممكن ايضا اذا معك شهادة علمية اذا ما نشبه تأكدناها اذا عندك شهادة علمية بتخصص بمجال يناسب فكرة المشروع تبعك وممكن البلدية كمان يعطيك قرض تدعمك بالمشروع تبعك اذا شافوا انه الفكرة كويسة وانه فعلا بتكون ناقحة فهم يشجعوا جدا الـ Startups والشركات الناشئة وريادة الأعمال فانا رأيي اذا عندك فكرة وعندك منتق او شي كويس لا تروح تدور وظيفة لان البلاد هذه بلاد ريادة أعمال وبتنجح فيها اكثر ولا يفعل شركة والامر بسيط جدا 75 يورو وعندك شركة ورقم وسقل تقاري اوروبي رسمي النقطة الخامسة والاخيرة وانه اختم المحور هذه لاعتماد على نفسك لا تفكر انه بعض الناس يوصلوا هنا وانت يقول اخوه وصح يعطوني اقامة ويعطيني فلوس مساعدات انت ما تظلش مرهون على المساعدات تبعهم بعض البلدية يذلوك فيها ويمنعوك تحدي راقبوك حتى اذا واحد رسلك يورو ولا خمسة يورو مين رسلك هل قاعد تشتغل اذا رسلت فلوس لليمن ليش قاعد ترسل معك فلوس من ايها ثانية لا ضرورة اعتمد على نفسك ولا واحد يفكر انه هم بيشوفوا لجامعة هم في منظمات كويسين الكوة في الكم بيساعدوا الفي في ام بيساعدوا وتقعد راقبوك اعتمد على نفسك والله يصدقني انه مهما كان صح في منظمة كثير وفي بلديات شغالة وفي الاندماج وحتى دروس الاندماج نفسها اذا ركنت عليها فقط انك تتعلم اللغة فيها ما بتتعلم كلنا عارفين اللي في ولندا انه دروس الاندماج خصوصا حق اللغة تعليم سيء وتعليم بطيء جدا ما تتخارج منه ولا بتتقل لغتك اذا ما اعتمدش على نفسك بدروس اضافية بتطبيق اضافي بتعليم اضافي ببحث اضافي فضروري تعتمد على نفسك مليون بالمية مش اللي مية بالمية ويبحث ويطلع ويقرأ وشوف ايش الفرص المتاحة لك وصدق ان الفرص موجودة بكثرة بس احتاج ايش انه انت تعتمد على نفسك ما تنتظرش الان هما يطلبوك موعد تعال نناقش ايش بنسوي لك ايش بنعمل لك شغل ايش بنعمل لك دراسة لا انت روح يبحث وروح رتب وخطط لنفسك المحور الثاني اقام مع احداث غزة وفلسطين عشان كده جبنا الكوفية الفلسطينية نرتديها اثناء المحور هذا ايش علاقة الموضوع هذا قولي ليش قاعد يتكلم على احداث غزة وفلسطين بالفيديو هذا بقول له الموافقة على الجنسية تبعي جاءت قبل ما تبدأ احداث غزة قبل 7 اكتوبر بشهر يمكن او 3 اسابيع وقدت فرحا طاير بس تمام انه اخيرا قال اتحقق الشيء اللي اشتري من 5 سنوات وهذه حقيقة اغلب كل مش اللي اغلب اللي يجي هولندا ايش يدور يدوروا الجنسية الهولندية بالنهاية يدوروا الجواز فيه ناس قائين يقدموا الوقوب وضعهم بره كويس معهم فلوس معهم تقارة وشركات بس قائل هنا عشان الجواز فاخيرا قال هدف هذا وكنت فرحان جدا لما قال تحداث غزة وفلسطين وشفنا ردود الفعل بالسياسة هنا في الدول الاوروبية وهولندا بالتحديد سوى تهزة كذا اش اقول لكم خط رجع اذا حصل في داخلي في باجة خط رجع انه الفرحة هذه راحت باختصار ما عد في شل الحماس هذا الاستلام الجواز والله كنت ناوي انا اشعله للدنيا كنت ناوي اما اروح الحفل حق الاستلام الجنسي اسوي فيديو وعمل فلوغ وانه اخيرا اتحقق الحلم استلامت الجواز لكن ما عد في نفس رحت وعمل صورة بس وغزلتها في انستجرام وكذا ورحت كمان بالشال الفلسطيني وحطيته ويقيل لما اخذت وتصورت في وسط البلدية وانا بالشال الفلسطيني وانا لما استلامت ورقة الجنسية ففعليا ما عد حصل الفرحة انه هل نظرت الى البلدان هذه وسياستها او كذا تغيرت ما عادش نفس الشيء مستحن ترجع نفس الشيء لما تشوف الابرياء والاخوان يموتوا بالطريقة هذه يعني يوميا اغلب الاياب تقيل لي وانا على التلفون ابكي شوف الفيديوهات ابكي لسه ابسة شوف الفيديوهات حق الرجل وحفيدة ريم اللي كان يقول روح الروح اكيد كلهم شفتوا الفيديو والله يا احي واحد يدمع يبكي يعني وهنا مش معبرين ولم حسوا سياسينا الهولندين والاحزاب سواء يمينية او يسارية في احسن الاحوال اللي هو المحترم والحبوب منهم والله على اساس مع اللاجئين والمهاجرين ايش بيقول بيقول نريد وقف مؤقت لاطلاق النار عشان يدخل المساعدات ما يدين اسرائيل على القتل اللي يفعلوا ما يدينهم على الاحتلال قضية واضحة ما فيش قضية بالعالم اوضح من قضية فلسطين الحق فيها واضح وضوح الشمس والباطل فيها واضح وضوح الشمس نخم مع هذا تشوف هذا الرياء والنفاق السياسي يعني يا جباعة أنا لي خمس سنوات اربع سنوات منها ادرس في القامعة دراستي دراسات اوروبية وعلم سياسية كل اللي ادرسه هي حقوق الانسان الروول وفلو دور القانون حرية التعبير فريدم و سبيتش اوروبية القيمة الاوروبية وطريقة المنظمات حق الاتحاد الاوروبي وتقسيم الاتحاد الاوروبي وكيف يشتغل وكيف يصدر القيم تبع لبقية الدول العالم وكيف يتعامل فيها وانه اساسا الاتحاد الاوروبي هي قوة في قوة الفاليوز والقيم هذه واللي يعكسها على قوة الاقتصادية هذا الكلام كله اللي في اربع سنوات قاعد يتعبى في راسي راح بالعشية وضحاها انفض راح بالعاقل خلاص يا اخي ما عاد امد ما عاد اقتنعنا لا تقول لي لا حرية التعبير لا تقول لي شيء اول ما جاءت احداث غزة في الاسبوع الاول لما سويت الفيديو اللي الان صار علي خمسة مليون مشاهدة وكذا اول فيديو نشرته في بداية الاحداث والله يكنت خايف اني انشره جاني خوف جاني خوف من اللوب الصهيوني هنا يمكن يعتقلوني يمكن يسووا في شيء يعني كنا مخدوعين ما فيش حرية والله يحسيت بخوف جدا في بداية الاحداث ما كنت ودي اكتب تغريدات في تويتر منشورات خايف خايف الان واحد يخد صورة ولا شيء حتى احدى القنوات العربية طلبوا انه ينشروا الفيديو تابعي ويساويوا منه محتوى رفض قلت لهم لا ما في داعي خلوا كذا على السكت شوي كذا كذا قد وصل خمسة مليون بس في البداية كنت كذا رافض فعمري ما توقعت انه بيقي يوم بكون خايف اني اقول رأي ورأي بايش رأيي بلاس يموتوا ابرياء اطفال رأيي بقضية عادلة قضية فلسطين اهل غزة لمحاصرين من 17 سنة فهذا كله يعكس حقيقة واضحة جدا انه الليبرالية الاوروبية والحرية اللي يرويقوا لا في اوروبا هي كاذبة وتعرّت تماما وشكرا لأحداث غزة اللي نفضتها تماما وصراحة انه مع مرور الاحداث واستمرار الحرب لما بدأت تخرج مظاهرات لما رحنا مظاهرات امستردام وشفت انه تقريبا نص الحضور اكثرهم اجانب هولنديين واوروبيين ومن دول اخرى ومعانا والشباب معانا شفت كمية الوعي اللي حاصل حسيت بسعادة بديت استعيد شقاعتي انشر فيديوهات اكثر اتكلم اكثر مش معبر لاحد يعني وصرت حس انه بحرية اكثر انه ما زال الامل موجود الان قادة الانتخابة الهولندية الانتخابة الهولندية قادة السبع الاول ومن فاز باغلبية الاصوات اكثر حزب يمين ومتطرف عنصري ضد الاسلام المسلمين وضد الفلسطينيين عارسو العنصري المعروف خيرت فيردرز اللي قد يعني وصل به السوء قبل سنتين او قبل فترة الى انه اطلق مقلة ومسابقة من الرسم كاركتورات ورسومات عند محمد صلى الله عليه وسلم هذا فاز تخيلوا الهولندين اختاروا 33% الاغلبية من المصوتين الهولندين اختاروا هذا الحزب اختاروا هذا الشخص في الانتخابات يعني كنا نقول وبيصوتوا ضد العنصريين وبيقفوا مع فلسطين اللي صار العكس صح قيل الشباب الان قاعد يتوعى وقيل الشباب المراهقين الواعي بينهم مرتفع جدا ومع فلسطين لكن النخبة السياسية والكبار السن والنخبة القانونية والحقوقية هذو مؤدلقين ما بتعرف تغيرهم الان بعد ما خلاص عقولهم مغسولة فحصل تأثير عكسي كلهم شافوا مظاهرات فلسطين اللي في الشوارع الهولندية فخافوا فكلهم راحوا وصوتوا لا لا هذا تحليط طبعا من جيبي ربما مش صح مش كده بس يعني على الأقل هكذا أشوفه حاليا واحد من الأسباب اللي صوتوا للحزب هذا وفاز طبعا خيرت فلدرز لسه ما هوش رئيس وزراء يمكن يكون رئيس وزراء بس ضروري لسه يشكل حكومة ائتلاف يصل إلى 75 في المقعد 75 مقعد في البرلمان على يشكل الحكومة خلينا نشوف يمكن يشكل يمكن يبقى رئيس وزراء يمكن ما يبقى رئيس وزراء بس غالبا ما يبقى رئيس وزراء والله يستر بس موضوع فلسطين صراحة بيكون وضع صعب لأنه الرجل وصل بالسوء يعني إلى درجة أنه والتطرف يقول أنه في برنامجه الانتخابي أنه ما فيش حاجة يسمعه فلسطين والفلسطينين هذو بلادهم الأردن وعاصمتهم عمان هذه ما فيلا حاجة اسمها إسرائيل فقط لكن في موضوع المهاجرين واللجوء والإسلام أنه كان يقول أنه بيغلق المساجد بيغلق المدارس الإسلامية والقرآن في هولندا بيحضره هذا كله كلام فاضي ما بيصيرش لأنه بالنهاية سبعين بالمئة من الشعب الهولندي ما صوت له صح أنه حصل أغلبية بس الأغلبية هذه ثلاثين في المئة أو ثلاثين في المئة فقط لا غير فمستحر يحصل هذا الشيء فلا تقلقوا اللاقيين اللي موجودين الجدد اللي جائين في هولندا لا تقلقوا يا جماعة اتطمنوا ما فيش بيحصل الإقراءة بتمشي إذا طلع عليه سوزراء هو حزب لحاله حتى إذا شكل إتلاف حكومي اللي بيكونوا معا بالإتلاف الحكومي مش متفقين معه الأشياء هذه وأصلا هو الوحيد اللي ينادي بالأشياء هذه واللي يؤمن بالأشياء هذه فلا تقلقوا يا جماعة الأمور طيبة إن شاء الله وقل لي يصيبنا إلا ما كتب الله نقي إلى المحور الأخير والمهم العودة إلى اليمن الموضوع شائق شوي طبعا ليش أقول العودة إلى اليمن للي مش فاهم لأنه قبل ما نحصل على الجواز كلاجئ ممنوع أرجع اليمن إذا رجعت اليمن كلاجئ يسحبوا مني الإقامة لأنني الآن لما يصير معي جواز وكهولندي عادي أرجع ما في مشكلة لكن هل أرجع هذا السؤال الآن طبعا أشتري أرجع اليمن أنا لي ثمان سنوات من اليمن عشت بداية الحرب أول سنة من الحرب شفت اكتياح الحوثي للمدن مدينة ورمدينة وانقلابه على الدولة مليشي الحوثي وشفت قصف التحالف السعودية والإمارات أقوى قصف كان قريب مني مسافة كيلومتر كان صوت مرعب وقوي يعني إلى درجة أنه لما سمعت الصوت ما جعل بالي شيء يعني بالعادة لما تسمع أي صوت مثلا الصوت هذا عقلك يجيب لك شيء في بالك أنه شيء سمعته من قبل يشبه لك فيه يقارن لما سمعت الصوت هذا عقلي ما قابلي أي شيء فراغ إرر يعني أنه إيش ممكن يكون هذا من قوة فضاعات الصوت بعد عرفنا النقص في التحالف يعني مين ميشتي يرجع اليمن أكيد يريد أن أرجع اليمن أنا أجمعها في أوروبا ما أخليت دولة لفيت مكنسبت جوز سويسرا هذه صارت زي كل سنة أروحها رايحة مكنسبت مرات أو سب مرات في اليمن ما تمشيت كل اللي رحته مدينة إب صنعة طلعتك مرة كلا إذا في معاملة أو لا شيء وتعز رحتها مرتين رحلة كلا الزيارة ومرة نزلت عدن وذمار بس لما نطلع صنعة ولا ننزل من صنعة نمر عليه بالسيارة ما نزلت حتى الشارع لا مرة يمكن ما تمشيت ما شفت اليمن ودي أتمشي في ليمان نفس ما تمشيت هنا في بلادي ودي أزور وصور فيديوهات في كل مكان في أنزل عدن أروح أضربوت أطلع صعدل محويت المهرة ريمة مأرب المهرة كل المدينة اليمانية الحديدة ودي أروح كل مكان جماعة ودي أزور حبت الحديدة ما رحتها تخيل يا جماعة حديدة أنا ورحتها ما تمشيت في الحديدة ما أنا طلعت ولا سويت شيء ودي أرجع أصور فيديوهات أصور مقابلات مع اليمنيين بالشارع أبناء بلادي حبايبي أصور فلقات بالأماكن الحلوة ووري الناس جمال بلادي من يحب هذا الشيء والله ودي قبل كل هذا ودي أروح أشوف عائلتي الأهل عماتي خالاتي الأقارب جميعا من ثمان سنوات ما شفت شيء ودي أرجع قريتي الظهرة مين ما وديه يرجع يا جماعة لكن موضوعي باختصال دي خايف خايف على سلامتي وقلق على سلامتي والله باختصال جمالك عادة فأضفط لهم زي ما تخيلت لهم بداية الفيط مع الفيديو وشكرا لكل واحد وصل للنقطة هذه بس أنا قلت لهم الفيديو هذا دردشة أنا قاية جاية فضفض يعني أنا خايف على سلامتي أنا يمكن من اليوتيوب ما تشوفوا أننا أقول آراء سياسية وفعلا أنا حاول أخلي القناة مختصة بمحتوها ما أدخلها بآراء السياسية الخاصة لكن في منصة X في تويتر في إنستقرام أنا أتكلم وما أقول آراء السياسية بدون خوف فأنا خايف أنه آرائي هذه إذا رجعت اليمن ما توديني بداهية ما أشوف نفسي حتى لو معي لا بيحترموا لا قلال هولندي ولا غيره يعني فباختصار أنا خايف وقلق على سلامتي وإلى الآن ما قررت مش عارف مش عارف مش عارف أش بسوي هل أرجع هل ما أرجع مع أنه ودي من كل قلبي أرجع لكن مش عارف الصدق يعني يعطوني ضبانة أنه ما يصر لي شي برجع آه الله المستحب رأسك ما أعتقد أنه خلصنا الكلام إلى هنا شكرا لكل واحد مش عارف الفيديو كم وصل دقيقة شكرا لكل واحد وصل لهذه النقطة كلمني إذا وصلت لهذه النقطة بالتعليقات عشان أحط للتعليق حقق قلب إنك تستاهل لأنك حبيب القلب وأولي أنكم جميعا رجال ونساء شكرا قزيلا وسووا الله إلا عاد وما سووا اشتركوا في القناة العاد وما اشترك إن شاء الله والعربية إن شاء الله واليمن إن شاء الله إن شاء الله يا رب وإحسان يتلو إحسان حتى آخر لحظة في الحياة السلام عليكم